انجلنزا على ايافين احلى غجو ماذي ساعتين واحدة وعشرين تقيق على ايافين قد ما نحكيه على السعودية وقد ما فهم اكتواليتي بيرناردو سيلفا ايضا الحقز على التريبليا ولقبة شامبينز ديك مع مانشستر سيتي يبدو انه في طريقه لسعودية يبدو ان الامور تقدمت بين بيرناردو سيلفا واحد الفرق السعودية لم يتم الافصاح على اسم الفريق ثمانين بالمياه وقالوا ان بيرناردو سيلفا سينتقل الى السعودية انتي قلت لك تراي يمشي الاثا كريشتين والنصر يدريجو مادة الاثريق اقول يمشي الاتحاد وخلط الاتحاد بش نعب كوب يوموند كلوب وكل شيء نعم هنا يهمش الانجور هذا نعم هنا ويهمه وهو مش برشة تاو مش تعطيه اميات مليون اولو اول مي خرط سيلفا اما تاوك كنت او بيرناردو سيلفا بش نومشي السعودية ما انت ايفل ما انتش قدش من مياه باخرو ورا بش يمشي في العمورة داوا كانت تعطيني ثلاثة مليون ورودة نقوله نلعب في بطوط بانجلاديشن وليس كوب دي مون دي كلود برشا كلام في الاعلام العربي والاعلام المغربي خاصة على الكورة الذهبية الافريقية محمد بما انه منتخب المغرب حق المرتبة الرابع عالمين منتخب المغرب يسيطر على عديد الجوائز يعني بعد التحقيق الانجاز هذا والرابع عالمين هو انجاز غير مسبوق نحكيه على المستوى الافريقي والمستوى العربي الاغلب انه متحصل على الكورة الذهبية الافريقية بشكون القادمة طبعا بشكون مغربي ولاكثرية يقالوا انه سيكون ياسين بونو بعد الانجاز مع سيفي بعد المباراة التاريخية ليه في النهائي ضد لايس روما ياسين بونو حارس افسي سيفي ليفز بلقب ايضا افضل حارس في اللاليجة منذ عام والوحيد في سيفي ليفز بلقب ذلك صحيح امين احنا ديما نقوله في الاتيتر انديفيدويلة ذو ما سيرتو الكورة الذهبية ديما الحراس مظلومين لكن كتشوف الكريتير متاع الكورة الذهبية في العوام الاخرانين وتشوف شنو متوفر تاو في الاوروبا اللاعبين الفارقة الليلعبوا في اوروبا نتصور ياسين بونو عنده اكثر شانس بحكم انه عمل الكريتير هم لبرفورمانس معنا في العام وليتيتر ياسين بونو شوف ناش عمل في كوب ديموند كمل الرابع مع المغرب ومعنا معاش بيليا معناه الاوروبا ليج والبركور كامل اللي عاملو اختياره احسن حارس في الدوري الاسباني لليجة اللي فيها معناه دي غارديان يعني عالمياه كورتواء في الترتيق بالضبط نتصور هو على العام الاخراني احسن لاعب افريقي واحسن لاعب احسن واحد افريقي يلعب في الاوروبا مع البرفورمانس الى جانب بونو سيحكيلي على بونو خالد بعد ان قولك شكون مع بونو وكي بتعرف سمحني خالد نكمل واحسن حاجة في بونو انه خرج من افريق معناه ما هو مولود البره كون في الويدات وفيما الصورة خالد الصورة اللي دارت برشا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انجاز المغرب صورة بونو ويوس المساكني وتخنا في مقارنات شوفوا بونو وين شوفوا ويوس المساكني وين تتفكر في فترة ديك اوالي الصورة اللي اللي ريني على وسائل التواصل الاجتماعي وقتها نهاية تشمبيونز دي قليل فوستو بي الترجمة الويدات وقتها هو العب الاختة تضرب الحارس الناذر من السيطوسين واسمه حارس الاسيزي تضرب العب هو بعد الماتش هذيك هو مشي احترف فمت الحقيقة بالنسبة لي أنا أنا مع محمد هو يستحق على تصوير تصوير هذيك حكيت في انتي ويوسف مثلا نعرف انو تربتك عليه خطايبا بيوسف اه 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 ولي اه اه شو قلت انت كريت تصوير هذيك شو نقولك كل واحد وشو متاعو راو فما عبيت تختار شوة مع انت ما خودش حق ويوسف اختار اختيار اخر عمرك ما قلت بينك وبين روحك ما قلت هلوش شوف متنجمش رك ايمين تدخل في بلاسة العبد راو كل واحد وشو متاعو انا مثلا كانت اختار لي شوة متاعي مثلا وقتها نختار كما يوسف نعرف شحمي نجم شوة اخر انت تنجم شوة اخر فهمت نجم انا نقول مثلا نقول فلو المانيش خدام ومانيش ملحبش برشة مانت هي مكش خدام مش نعم معانا تتحكي يوسف موخدام ولا معانا تتحكي يوسف تكنيك مان قوي برشة اقوى من فيزيكي يقولك مثلا انا نمشي اللي راوح شوة متاعي مثلا فمش فلوس فمش برشة فلوس فمش برشة فلوس تعمل انا متحببش راو يتومش تير الجماعية دو ما هكا كوليه محمد متاخذش برشة فلوس راو مانت تصرف في حياته نارجع البونو ملاي بونو بلنسبة لي انا اش عفو الانسامب لما قلت لك الكوب ديمونت اللي عديها من أحسن حارس في الكاس العالم كما قال محمد الأوروبا ليغة مع أنت البرانتيات اللي رشح بها هز بها تيتر الأوروبا ليغة أحسن حارس عنده مع أنت شخصية كبيرة في الملعب مع أنت سيبا فاسيرك باش تنبوز يروحك في جمعية كما سيفيرا في اسبانيا في الليغة بلاد عنصورية بلاد عنصورية وليه وتاب ولا ما تابش موش اسر تبع لي عند عام ويتم تحب شي يمشي أنا بالنسبة لي أنا رشح بونو عالي معاه الكل على اسيمان وعلى رياض محرز رياض محرز لا يستحق الكورة الذهبية مش لا يستحق شو مش لا يستحق بفورمانس متاع بونو أكبر من رياض محرز بونو تفوتوا بارشة زيط سرتو سنية تفوتوا بارشة تظلم رياض ممكن اللي أنه ملعبش ممكن مباريات الحاسمة في الشامبينيز مع وجود بيرناردو سيلفا واختيار رياض محرز محرز الفينال ذاك اللي ما يختموش ممكن فمتل اخر رعب بالماتشيتر كل ما غاب حتى ماتش ويسا لحقيكم انتاب بونو متاعبش السنية يستحقها بونو مقارنة بالزوز ممكن الأخرين مع ياسيم بونو المحرز ومحرز ولأ محرز ويزن يستحقها ياسيم بونو ومحرز ليس من أفضل 5 ملعبية ممكن بفارقة للعام الفارد مجلة كيكر في باريسان أحسن متوسط ميدان في البوندسليك مجلة كيكر مجلة كيكر رو التوب في ألمانيا صحيح كبيرفورمونس مجلة كيكر من أحسن لاعبين لفرق لاعبوا في الأوروب لكن التيتر هذا من بلوندور رو يدخلوا فيه الألقاب لذلك العام تذكروا كانافارو بلوندور على خطر هذا كوبديموند مع إيطاليا وكانافارو وكانت ترى ويستحق من المنتخبة الإيطالي عامتها عامتها فم برشة كانوا نجموا يكونوا هما بلوندور وكانت ذاك نفره صح بيرلو بيرلو عاد كأس عالم على أعلى تيراس وقت 2006 بعد فوز المنتخبة الإيطالي على فرنسا في النهائي بذربات الجزاء ورأسية زين الدين زيدان في صدر ما تيرادي ملا رأسية وملا فينال وقت نحكيه على البطولة المغربية أخر جولة ومنتظر أن يكون بطل له الوداد له الرجاية الجيش الملكي حدوده أوفر في التتويج نقطة تفصله على فريق الوداد الجيش الملكي يتنقل الاتحاد تنجة في الجولة الأخيرة والوداد الثاني يلعب خارج القواعد ضد المغرب الفاسي الجيش الملكي قلنا 64 نقطة الوداد 63 احتمال التتويج الجيش الملكي طبعا أنه هو يربح يهز الشامبونان ما غير ما يستنى لكن إذا ما ربحش ينتظر عثرة من الوداد المجاية المباشرة في الذهاب الجيش الملكي يربح الوداد 30 في القيام واحد المجاية المباشرة تخدم فريق الجيش الملكي القاب الجيش الملكي 12 لقبه 2008 آخر لقب الوداد 22 لقب رقم قياسي آخر لقب عام ناول ومنذ 2018 لم يفز أي فريق غير الوداد والرجاء بلقب البطولة الجيش الملكي قريب برشة من التتويج في حالة الانتصار ويجعل الممكن توجد الوداد والرجاء في الحالة المترجمات لا لا أمين أنا نتبع في الحالة المترجمات شوف في العام كامل الحقيقة الجيش الملكي عنده فريق ممتاز عنده العبير تكنيكما قوية برشة سوطو في في الوفنسيف سوطو عنده دوزيلي يعجبوني على الأخر سنة تعدت موسم ممتاز سنوه مع الوداد مع الرجاء بحيثهم الحقيقة في الانسامبل متع العام كامل تستحق هي التتويج من عام 2008 ما هزيتش عام عدده باي وتتشوف عمي جاي في الشامبينز دي قرأ بشتاع برشة راي الجماعيات راي خطر عنده ليني داتاك بنسبة لي أنا يعرفوا يلعبوا كورة يعرفوا كيفش يمركيو دونك بنسبة لي أنا المريط الجيش الملكي بشتزل الشامبيونه محام كما قال سور الانسامبل متع السيزان جيش المالكي هو يستاهل لكن الماتش اللي فات عمل نييل مع الرجاء خلل الكارين بوان واتنسيون راو التحات تنجا عامر ريمونتاد وانسيون راو التحات تنجا وانسيون راو التحات تنجا التسعة ماتشوات الاخرانين عامل ستة ربح لانكن ما لديه على شون يلعبه نعم ستة ربح وثلاثة نيول ستة ربح وثلاثة نيول واندي بلاسمان بشتلعب لها في بلادها نتصور ماتش بشيكون سعيب برشة ونجموش كور نشوفوا معناها نهاية كما شفناها عمناول دهالي ولدتا عمناول في دقيقة الأخرى وقتة مركة وفي هذه الشامبيونات نتصورا بشيكون سعيب برشة بشيكون بشيكون سعيب برشة على الجيش الملكي وفيه كتشوفها تعليقها لدقيقة الأخرى هيا تشعرنا نحن منتظر نجم بكهما بالدقيقة الأخرى لنجم يكون الحصن لقد أستقبل الجولة الأخرى جمهورة الجيش الملكي فيها تنقلوا التذكر ب 30 درهم يعني السعر ليس غالي 30 درم قد يأتي 30 درم بالتونسي قد يأتي 30 درم